في موضوعين الحقيقة حابب أتكلم فيهم وده زي ما عودتكم بنجيب يعني موضوع أو اتنين بنحط عليه الضوء بشكل كبير لأنه بتبقى فيه زي رسالة أو أمر أو حدث مهم على الساحل هنبتدي الأول بحاجة تخص اتحاد السلاح اتحاد السلاح طبعا فيه لغة كتير حصل على نتائج الاتحادات والمنتخبات واللجنة اللمبية والدورة اللمبية والفرق اللي موصلتش أصلاً أولمبيات ولكن اتحاد السلاح الحقيقة من الاتحادات اللي ماشية كويس اللي رجع السلاح تاني للعبة أو رجع لعبة السلاح تاني للعالمية تصدرنا ترتيب علامي في بعض المنافسات رحنا لأولمبيات خدنا سابع في إنجاز ما حصلش قبل كده للسلاح المصري يعني أصدقوا لي أن فيه إنجاز كبير جداً اتعامل في السلاح وكان من الاتحادات اللي عملت إنجاز كبير مين يترقص الاتحاد يترقص الاتحاد كابتن عبد المانيام الحسيني والحقيقة ويبدو أن السلاح يبدو أن رياضة السلاح يعني أخلاقيات أخلاق الفرسان أخلاق الفرسان طبعاً السلاح لعبة قديمة جداً وعريقة وهي مبرزة بالسيف فطبعاً إحنا كنا نسمع أنها لعبة راقية ولعبة فيها يعني أخلاقيات عالية بس الحقيقة إحنا لمسنا ده بالفعل طب هتقولي إزاي كابتن إيه اللي حصل إحنا طبعاً وإحنا بنعدل حلقتنا فريل إعداد طبعاً اللي أنا بتشرف بالعمل معاه اتصل برئيس الاتحاد عشان يشرفنا في حلقة مع الأبطال عشان طبعاً نتكلم معاه في السلاح وإزاي عاد بالسلاح من بعيد حطه تاني في 3-4 سنين في العالمية لا وفي خطة كمان قادمة إزاي ما بيقولوا خطة يعني شرط تيرمي بلان إنه يقدر يرجع تاني أو يبدأ يبتدي يحصد بقى اللي عمله في 3-4 سنين اللي فاته كلمنا كابتن عبنة بن حسيني وطلبنا أنه يشرفنا في الحلقة الراجل الحقيقة بعد ما قبدا موافقة ورحب وقال لنا طبعاً يشرفنا يكون موجود رجع بعد كده الحقيقة اعتذر لو تعرفوا سبب اعتذاره الحقيقة ده درس كبير جداً درس الحقيقة يعني أنا وقفته قدامه يعني مندهش الراجل قال لنا يا جمعنا داخل على انتخابات أنا أحد المرشحين لانتخابات اتحاد السلاحي وفيه مرشحين منافسين هو دلوقتي رئيس الاتحاد وهو ناخل انتخابات وده هو طبيعي حقه وفيه منافسين نازلين وده طبيعي حقه قال لك ما ينفعش أطلع دلوقتي يبقى أنا باستغل إنجازات المنتخب السلاح أو منتخبات السلاح اللي أنا عملتها باستغلها انتخابياً للتأثير على الجمال أممين الله بجد أنا يعني أنا لما تقال لي كده وتبلغت بالكلام ده الحقيقة أنا يعني نادراً بأمانة بكلم بأمانة نادراً لما أسمع كده يعني قبل الانتخابات وإن هو رفض يظهر عشان ما يقصرش أو يبقى بيستغل الإنجازات هو طرف فيها هو اللي عمل أو مش اللي عمل هو ماذا نقول الخصوصية ولكن أحد اللي سهمه في الإنجازات دي بيرفض يطلع في الإعلام قبل الانتخابات عشان ما يقصرش على الجمال العمومية ومبقاش هو مفضل عن المنافسين في شيء انتم تخيلين أخلاق الفرسان؟ يعني أنا بجد نفسي أشوف وده إيه؟ مع التحاد محقق نتيجة في الوقت اللي في بعض الاتحادات اللي مش محقق نتيج ولا لا تتوانى أبداً ولا يتوانى أبداً الاتحاد أو مسؤولينه إنه يظهروا في الإعلام وده حقهم برضو على فكرة حليبقولش ده غلط أو ده صح بس أنا شفت إحنا مش منقيم ولكن أنا شفت الحقيقة حاجة أنا أول مرة أشوفها في الإعلام الرياضي وكاد حاجة جديدة عليها فكان لازم أشارككم فيها كابتن عب منعام الحسين رئيس اتحاد السلاح وعلى فكرة يعني مش محتاج أقسم إنه هو لا يقدر تماماً إنه إحنا نتكلم في هذا الموضوع يعني أنا بقول لحضراتكم لا يعلم تماماً إنه إحنا نتكلم ويمكن يعني والله أنا ما قابلته ولا أعرف شكله يعني لو قابلته في الشارع مثلاً ممكن معرفوهش ولكن الموقف كان لازم أتوقف عليه ولازم أقول إنه فعلاً أخلاق الفرسان ما زالت موجودة في الرياضة المصرية ولازم نقتدي بيه الحقيقة حاجة بسيطة حاجة بسيطة وهو على فكرة ممكن يكسب يعني ممكن يكون إنه هو أقرب المرشحين المكسب ولكن شايفين الأخلاق شايفين المنافسة الشريفة أنا بأدعو طبعاً كل إنه يقتدي بيه الحقيقة ويقتدي فكره براجل بيشتغل وراجل في نفس الوقت مش عايز يميز نفسه وعارف إنه ده منصب تطوعي لكل من هو داخل على منصب تطوعي من فضلك لما عندكش جديد بعد إذنك سيب اللي عنده جديد يقدم حاجة وده مش عيب وده يعني حاجة يعني أكيد بتتماشى مع أخلاق الرياضيين ده منصب تطوعي أنا ما بجنيش من وراء أي شيء بتقدم فيه ما نجحتش عادت 8 10 12 أنا عرف ناس قده 14 سنة ومفيش حاجة حصل طب يا فندم سيب الساحة لغيرك أنا حبيت أشارك حضراتكم في هذا الأمر